من الأول للمباراة زي خلينا نتكلم في الخطوط العريضة ومقدمات ما قبل المباراة سواء بحالة الصراع والتنافس على الدوري اللي حصلة والخسارة الأخيرة بالذات للأهلي قدام بيرامدز والزمالك اللي بيعاني رغم نجاحه في أنه يتخط عقبات كتير جدا بالفوز لكن من الواضح أنه الأداء فيه مشاكل كتير جدا بتعاني منها فرقة الزمالك تسمح لي محمود أبتدل مع فاروق خلينا نتكلم في البداية أن خسارة النادي الأهلي ضد بيرامدز جات في وقت مثالي ليه؟ لأن انت خسرت في بطول الدوري يمكن تدرك النتيجة بشكل أو بآخر جات قبل مباراة قمة مهمة جدا في مباراة كاس لأن مباراة القمة مباراة الكؤوس زي ما احنا عارفين مفيش فيها أي فرصة للتعويض أنت بتلعب على بطولة وبتلعب على مباراة نهائية وبالنسبة لمستر ريكاردو سوارش الخسارة دي وضحت له حاجات كتير جدا واعتقد أنه هو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أتكلم بكل صراحة مع جميل النادي الأهلي وأتكلم بكل صراحة أنه مش دلوقتي مش الوقت المثالي أن أنا كمدرب جاي متشبع بأفكار كتير جدا عندي أفكار مستحدثة في الكورة مش مش الوقت المثالي أن أنا أضيفها لأيب تنادي الأهلي الوقت حاليا وقت دايا ما يفعل وده حاجة تحسب لي على فكرة تحسب لي طبعا وهو وقت التدارك يعني الهزيمة دي هتخليها تدارك حاجات كتير جدا هيخليها تدارك أنه هو في التدريبات ضغط اللعيبة بشكل كبير دا لهم أعتقد أنه هو الأوفر سينكينج بالنسبة للعيبة كان كبير جدا في ماتش بيرامتز دا سبب ارتباك كبير جدا في الملعب وهو حتى أوضح الموضوع دا لما أتكلم أن التعلمات ما كانتش واصلة كويس أو اللعبة ما أدريش تطبقها كويس وده حاجة طبيعية لأن أنت مدرب أوروبي كبير عندك أفكار جديدة بتحتاج فترة تحضير بتحتاج فترة طويلة مع لعيبتك أن أنت تشبعهم بالأفكار دي ما ينفعش أننا من مباراة والتانية أشبعهم بأفكار كتيرة تكتيكية سواء في البلداب سواء في الضغطة في حاجات كتير جدا النادي الأهلي كان مرتبك فهو سوارش أعتقد أنه هو هيكمل الموسم دا بالسيمبل يعني هيلعب بالبساطة بأفكار بسيطة جدا للعيبة النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي عندها من الخبرة والتطور الفني والتكتيكي الكتير أن يخليها تظهر رضي الفعل